أقول حاجة بسيطة إن إحنا قلنا الأرقام دي بمنطقة البساطة إحنا بنستخدمها ليه أو إيه الأرقام وإيه الأساس وإيه اللي إحنا بنقول عليها دي أولا إحنا قلنا إن أي وحدة حاسوبية أو دائرة رقمية أو إلكترونية بيبقى فيها زاكرة تخزين الميمور بتاعتها بتبقى عبارة عن مجموعة من السل أو مجموعة من اليونس أو الخلايا الخلايا دي بتبقى بنسميها بت البيت أو واحد بيت بيعتبر خانية خلية واحدة أو خانة واحدة من مجموعة خنات أو خلايا عبارة عن 8 خنات أو 8 دي جيتس موجودة داخل العقل بتاع المايكرو كنترولر أو المايكرو بروسيسور عشان أقدر أخزن عليه الداتا بتاعتي ويبدأ بعد كده يبدأ يعملها البروسيسنج أو يعملها عملية المعالجة بتاعتها ويرجعها تاني في شكل تنفيذ عملية أو في شكل معلومة تظهر قدامي أو مخرج يظهر قدامي يبقى أنا بدي الجهاز القدامي أو الوحدة اللي قدامي أي دايرة رقمية أو إلكترونية سواء دوار تحكم أو دوار كمبيوتر زي اللاب توب أو الموبايل أو أي دوار رقمية بتبدأ تاخد البيانات بتاعتنا اللي احنا بندخلها لها في شكل أرقام الأرقام دي بتبقى رقم من ضمن الأرقام من الأنظمة العددية الأربعة اللي احنا لسه ذكرنا طيب الرقم دا بيحصل له إيه؟ بيبدأ يتخزن داخل سل أو ديجيت خلية واحدة أو خانة واحدة من 8 خنات أو من 8 ديجيتس موجودة بنسميها الخانة الواحدة بنسميها بت طيب بيبقى عندنا 8 بت بيسموا 1 بايت 1 بايت يبقى الواحد بايت هو عبارة عن 8 بت البيت الواحد بيتخزن فيه رقم واحد فقط طيب يعني إيه رقم واحد مش عدد؟ هناك فرق كبير جدا ما بين الرقم والعدد ذكرنا المرة اللي فاتت برضو في الحلقة الماضية إن الرقم هو عبارة عن خانة واحدة بس يتكتب فيها رقم واحد مثل زي مثلا الواحد الواحد دا رقم الزيرو رقم الاثنين رقم التلاتة رقم ولكن مثلا لو كتبنا تلاتة وعشرين التلاتة وعشرين يعني اتنين وثلاتة دول رقمين دول بنسميهم هنا في الحالة دي عدد عدد يبقى هنا العدد هو عبارة عن رقم أو أكتر بيكون سلسلة من الأرقام سلسلة عددية لكن الرقم هو بيشغل خانة واحدة فقط طيب إذن هنا دلوقت لو رجعنا هنقول إن البيت أو البيت اللي موجود عندنا بيبدأ يتخزن فيه مجموعة من الأرقام في كل خانة بيبقى فيها رقم واحد فقط سواء كان بالنظام سنائي أو عشري أو سماني أو سوداسي عشر على حسب النظام اللي احنا هنتعامل إيه هنتعامل معه طيب إحنا كلمنا المرة اللي فاتت عن الأنظمة التلاتة اللي هو السنائي والعشري والسوماني النهاردة إن شاء الله هنفتتح حلقتنا بالنظام السوداسي عشر يعني إيه النظام السوداسي عشر زي ما اتفقنا إن هو عبارة عن نظام بيتعامل مع سلسلة من الأرقام بتبدأ من الزيرو للتسعة وبعد كده بتتحول لعدد تاني اللي هو الستاشر بتتحول لرموز من حروف الإنجليزية إزاي؟ هنشوف دلوقتي كده على الشاشة مع بعضينا حاجة بسيطة جدا هتوضح معنا الكلام اللي احنا بنقول عليه لو بصنا كده على الشاشة قدامنا هنلاقي أول حاجة معروضة معنا بيعرفني الأول إيه هو النظام السوداسي عشر أو السادس عشري على حسب ما بيطلق عليه في المراجع المختلفة الرقم أو النظام السوداسي عشر ده عبارة عن نظام بيستخدم الرقم ستاشر في التخزين بتاعه أو في العمليات العددية اللي احنا بنعملها معنا في عمليات التحكم المختلفة النظام ده بيحتوي على ستاشر رمز الستاشر رمز دول بيبتدوا معنا من الزيرو الزيرو بالنسبة لنا يعتبر رمز مفاعل لأنه هو بيمثل بالنسبة لف عملية التحكم عملية إيقاف وبعد كده الوان والتو والسري والفور لحد ما نوصل لمين للناين طيب هنا لو ما نكمل لو أنا كملت بنفس الترتيب هقول مثلا تسعة بعدها العشرة حداشر اتناشر تلاتاشر اربعتاشر خمستاشر لو حسبت من الزيرو للخمستاشر معناه ذلك إن أنا معي ستاشر رمز هيشغله ستاشر خانة طيب السؤال هنا أنا ليه جيت بعد التسعة ما كملتش وكتبت أرقام عادية جدا اللي هي العشرة والحداشر والاتناشر لحد ما وصل للخمستاشر هنا احنا اتفقنا إن البيت أو الديجيت الواحد من الخلاق بتاعتنا أو الخنات بتاعتنا اللي في عملية التحكم بيتخزن فيها رمز واحد فقط أو رقم واحد فقط فإذا لو جيت هنا بعد التسعة وصادف معايا إن في البرنامج اللي أنا بعمله عملية التخزين بتاعي لقيت فيه مثلا رقم عشرة أو رقم اتناشر أو خمستاشر أو أربعتاشر أو أي أرقام مكونة من أرقام سنائية أو عدد سنائية إيه اللي هيحصل في الحالة دي هو مش هيقبلها الخناة مش هينفع نسجل فيها أكتر من رمز واحد فبنعمل إيه هنبدأ نكتب أو نسجل داخل الديجيت ديت الرموز اللي هي بالحروف الإنجليزية بتاعتنا اللي هي الإيه أو البي أو السي أو الدي لحد الإف طب الرمز الواحد من الحروف دي عبارة عن إيه بيترجم هو أوتوماتيك داخل العقل أو داخل البروسيسنج بتاعنا بيترجم لإيه لرقم اللي هو بالشكل اللي قدامنا دوت يعني أنا دلوقتي لو أنا في البرنامج بتاعزم هنشوف أمسينا إن شاء الله كمان شوية جيت خزنت رقم مثلا أو عدد مكون من أربعة خمسة إيه بي تسعة طيب هيشوف الأربعة وهيشوف الخمسة وهيشوف التسعة لأنها أرقام عادية ولكن لما هيجي يشوف الإيه والبي هيبدأ أوتوماتيك يترجمها على إنها إيه على إنها أرقام هيبدأ يحسب إن الإيه هي بالعشرة والبي هي رقم كام أو العدد كام حداشر طيب يبقى إذن هنا الرموز اللي هي A و B و C و D و E و F هي عبارة عن رموز هيتم تخزينها داخل الديجيت بتاعتنا عشان خاطر الوان ديجيت ما بتشيلش أكتر من رمز واحد فقط ما هيقدرش أخزن فيها رقمين زي كده فباستغنى عن الرقمين أو بعوض عنها بخلال رمز واحد من خلال الرموز الإنجليزية طيب لو جينا بعد كده نعرف إيه هي فائدة النظام السوماني والسادس عشري أو السوداسي عشر في الأنظمة الرقمية فائدة النظامين دول إشمعنا النظامين دول بالزاد غير السناء والعشري لأن السناء احنا عارفين هو بيتعامل مع الزير والوان فقط العشري بيتعامل بأرقام عشري عادية جدا إيه العشرة الاثناشر العشرين التلاتين التلتمية الربعمية أرقام عشرية جدا بنمثلها في حياتنا اليومية عادي خالص ولكن إيه الهدف إن يتم استنتاج أنظمة أخرى زي النظام السوماني والنظام الست عشري أو السوداسي عشر ليه فايدتهم وإيه استخداماتهم معانا في أنظمة التحكم بمنطقة البساطة إن إحنا عندنا لو كتبنا برنامج البرنامج ده لو هيتعب فيه عملية تشغيل وإيقاف مثلا وعملية تحكم في عملية صناعية مختلفة لو كتبته بالسناء السناء هيحتاج مني عدد كبير جدا لترجمته الأرقام يعني أنا عشان أكتب بس أردر واحد لتشغيل أو لإيقاف هياخد مني عدد سطور كبيرة جدا للبرنامج والسطر الواحد هيتكون من عدد أرقام وعدد حروف كبيرة جدا لو أنا هستخدم السناء طيب هنا بقى إيه الفايدة؟ هنا بقول إن النظام السوماني أو النظام السوداسي عشر لقدر ألخص فيه إن كل ثلاث خانات من النظام السنائي بيمثلهم خانة واحدة بالنظام السوماني يعني إيه؟ يعني أنا لو عندي مثلا سطر مكتوب فيه 011 011 وهكذا مثلا من عشر أرقام أو من أيا كان الأرقام اللي موجودة عندي أقدر أقول إن كل ثلاث أرقام من الأرقام اللي موجودة في السطر بتاع البرنامج هو عبارة عن خانة واحدة من النظام السوماني يبقى أنا كده بدل ما بكتب سطر طويل جدا بالنظام السوماني أقدر كأن بكتب تلت السطر أخزن تلت السطر في تلت عدد الخلايا يبقى مش أحتاج عدد خلايا أكبر كذلك بالمثل بالنسبة للنظام الست عشر أو السوداسي عشر أو السادس عشر النظام دوت كل خانة فيه بتمثل أربع خانات من النظام السوناء يبقى أنا عندي هنا برضو نفس الكلام لو أنا بكتب سطر كامل مكون من أرقام سونائية أو من رموز سونائية لو كتبته بالسوداسي عشر أو تحول للست عشر بيتحول لربع السطر تقريبا يبقى أنا كده وفرت ربع عدد الخلايا أو ربع عدد الديجيتس اللي أنا هستخدمها عشان أخزن البرنامج اللي أنا حابب أخزنه لعملية التحكم طيب دي فايدة استخدام النظام السوماني والنظام السوداسي عشر عن ما إني أستخدم النظام السونائي طب إذن طب سؤال هنا معلش هو النظام العشر بالنسبة لنا فين موقفه هنا بالنسبة للنظامين أو التلات أنظمة اللي احنا بنقول عليه دلوقتي احنا قلنا إن أنا هدخل البرنامج يا إما نظام سونائي زيرو وان يعني اون وقف أو هدخل عشان أرخص أو أقلص عدد الخنات بتاعت التخزين بتاعتنا البيت بتاعتنا أقللها شوية هبدأ أستخدم يا إما النظام السوماني يا إما النظام السوداسي عشر طب النظام العشري هنا فين تواجده في المكان الموجود مبنطقة البساطة النظام العشري احنا بنتعامل به في لغتنا باستخدام نحن لكن الجهاز أو الكمبيوتر بتاعنا مش هيفهمه ممكن يفهمه بس لما غاوصله له أو هترجمه له لإيه هترجمه له لواحد من الأنظمة التلاتة يبقى احنا نفسنا بنتعامل يوميا بأنظمة عشرية لما بنجي نتكلم عن أي حاجة فيها أرقام بنتكلم بالأرقام العشرية في الشراء في البيع في الترجمة في القيم في أي شيء بنتكلم بالأرقام العشرية لكن زي ما احنا اتفقنا عشان الكمبيوتر أو دارة رقمية أو دارة الإلكترونية اللي عندي تفهمني بحول لها العدد العشر دو أو النظام العشر اللي أنا بتعامل به بحوله لنظام سنائي أو لنظام سوماني أو سوداسي إيه سوداسي عشر طيب بعد كده ان شاء الله هنبدأ ناخد مع بعضينا كده واحدة واحدة هنبص مع بعض كده على الشاشة إزاي أقدر أحول من نظام لآخر هعمل عملية تحويل من نظام لآخر أول نوع من أنواع التحويلات اللي هنبدأ نستخدمها هو نظام التحويل من سنائي إلى عشري من سنائي إلى عشري عشان يخرج لبعد ما تم عملية التحكم يظهر للمخرج بعد كده في شكل قيمة عشرية زي مثلا الكالكوليتر الكالكوليتر قدامنا بمنطقة البساطة أنا بدوس على رقم الرقم دوت هو احنا بالنسبة لنا بيمثل رقم عشري زي مثلا الـ 13 الـ 14 الـ 15 الـ 20 الـ 1 الـ 9 الـ 10 دي أرقام بنسميها أرقام عشرية فلما بدوس على الكالكوليتر بيبدأ يظهر لي وبدأ أدوس على العملية مثلا جامع أو طرحة أو اسمه بيظهر لي على الشاشة برضو رقم عشري لكن ما بيني أن أنا دغطت على الزرار وظهر لي على الشاشة ما بين العمليتين دول بيحصل عملية معالجة داخلية للعقل المدبر للكالكوليتر دوت اللي هو من خلال البروسيسور بتاعه بيبدأ يعالج العدد اللي دخله بشكل عشري يحوله لثنائي وبعد كده يخرجه لي تاني بشكل إيه؟ بشكل عشري يبقى أنا بحول من عشر لثنائي لعشر مرة أخرى طيب أنا ليه فايدة أن أنا أستخدم التحولات فايدة أن أنا أستخدم التحولات بمنطقة البساطة أن أنا عشان لو هكتب برنامج وهعمله عملية تخزين أبقى عارف لو البرنامج ده هبدأ أحوله من عشر لثنائي أو من ثنائي لعشري هخزينه إزاي على البروسيسور بتاعه أو على الكنترولر بتاعي من خلال البرنامج اللي أنا هكتبه على الكمبيوتر فببقى عارف إزاي عملية التحويل من الأنظمة لأخرى لو جينا أول نظام لنا اللي هو السنائي إلى عشري عندي مثلا مثال بسيط جدا أن أنا عايز أحول العدد السنائي اللي قدامي دوت طبعا إحنا اتفقنا المرة اللي فاتت لما بلاقي رقم زي كده أو عدد زي كده بالضبط اسمه عدد مكون هنا من أربع أرقام أو من أربع رموز اللي هم لما نجي نقراههم من على اليسار وان وان زيرو وان ما بين قصين ومحطوط جنبهم كده من الخارج علامة التمييز اللي هي رقم اثنين اللي هي السنائي يبقى بيقولي أن الرقم دوت أو العدد اللي قدامي دوت ده عدد بالنظام السنائي طيب مطلوب مني دلوقتي في المثال بتاعه أن أنا أحول العدد السنائي ده إلى عدد عشري طيب أحول إزاي عملية التحويل هنا بتعتمد على قاعدة بسيطة جدا احنا رتبناها في شكل جدول بسيط زي اللي احنا شايفينه قدام حضراتكم على الشاشة دلوقتي بمنطقة البساطة عندي ما يسمى بالمرتبة أو الرتبة بتاعة العدد اللي هي بتبدأ احنا اتفقنا أن النظام السنائي الأساس بتاعه بيبقى كام أيوة بالزبط كده اللي هو رقم اثنين طيب هنا الرتبة بتاعتي أو الأساس بتاعي هيبقى رقم اثنين طيب ببدأ أول حاجة بالرتبة الأولى اللي هي زيرو يبقى اثنين قس زيرو اثنين قس زيرو لما باجأ ترجمة هلاقيها طلع بالرقم واحد طيب بعديها اثنين قس واحد اثنين قس واحد باثنين اثنين قس اثنين يعني كإني بضرب الاثنين في نفسها مرتين تطلع لي كام؟ أربعة طيب اثنين قس تلاتة هتطرب اثنين في اثنين في اثنين يعني هتطلع لتمانية وهكذا من المضاعفات بتاعتها لحد ما وصل مساء 2 أس 8 وممكن أكتر من كده كمان زي ما حضراتكم شايفين يبقى 2 أس 8 هنا هتتحول كأن بضرب الاتنين في نفسها 8 مرات تطلع لمتين ستة وإيه متين ستة وخمسين يبقى إذن لو أنا عندي دلوقتي أي عدد سناء عشان أحوله هاعتمد على القاعدة اللي موجودة قدامي داخل الجدول اللي موجود بالشكل دوت طيب إزاي؟ ناخد واحدة واحدة هبدأ الأول أنا قريتي العدد دوت من الشمال لليمين لأ أنا لما أجي بقى أترجمه لعشري هبدأ العملية بتاعتي من اليمين لليسار إزاي؟ هاخد الأول رقم واحد اللي على أقصى اليمين دوت الرقم واحد دوت هينزل أهو تحت هنا وفي العملات الحسابية تحت اللي أنا هعملها تحت الجدول الرقم واحد اللي في الأول هيبدأ ينزل هنا أهو زي ما هو طيب الرجبة بتاعته أول خانة اللي هي 2 قس كام قس سفر يبقى أنا هضرب الواحد في 2 قس سفر اللي هو الخانة الأولى ليه أو الرطبة الأولى ليه طيب هاخد الرقم اللي بعده اللي هو كام الزيرو الزيرو أهو هينزل زي ما هو طيب الرطبة بتاعته كامل في الخانة التانية اللي هو المكان بتاعه في التسجيل أو الخانة رقم 2 الخانة رقم 2 المقابل لها في الرطبة بتاعتي 2 قس واحد يبقى هضرب الزيرو في 2 قس ايه قس واحد بلس زائد الرقم التالت اللي هو كام واحد الواحد ينزل أهو طيب الخانة التالتة ردبتها كام؟ 2 أس 2 يبقى هضرب في 2 أس 2 هاخد الرقم الأخير اللي هو واحد اللي هو أقصى اليسار دوت هينزل أهو قدامي طيب الرقم الرابع الردب بتاعته كام هنا في الخانة الرابعة؟ أيها بالزبط اللي هو 2 أس 3 اللي هو المفروض يبقى كام؟ 8 يبقى أنا هضرب الخانة الأخيرة الواحد في الـ 2 أس 3 اللي هي 8 تعال نصف كده المعادلة الرياضية أو الجملة الرياضية اللي احنا كتبناها قدامنا دلوقتي هنا واحد في واحد اهي بواحد زيرو في اي شيء بزيرو واحد في اربعة باربعة واحد في اتنين قد ستلاتة اللي ايه واحد في تمانية بايه بتمانية لو جمعت كده يبقى هنا واحد زائد زيرو يبقى واحد زائد اربعة يبقى خمسة زائد تمانية يبقى كام بالزبط كده هيطلع للناتج النهائي 13 وحضرتك التمييز بتاعه هنا هو في الجنب بالرقم العشري اللي هو مين الرقم العشري دوت بيميز مين احنا اتفقنا ايوا بالزبط كده اللي هو يعتبر الاساس بتاع النظام العشري يبقى انا لما شوف رقم عشرة اعرف ان الرقم اللي قدامي او العدد اللي قدامي ده مصاب قدامي بالنظام العشري يبقى الفرق ما بين الرقمين اهو لو هو كتب بالسنائي بالشكل ده لو هو كتب بالعشري هيبقى بالشكل ده معنى ذلك ان حضراتكم هنا ده اللي انا بتعامل به مع الجهاز ده اللي انا بدخله للجهاز او بدخله للكنترولر بتاعي لكن في الاخر خالص هو في الداخل بيعمل المعالجة ليه عشان يظهر له هو يقرأه بالشكل ده ويترجمه لي مرة تانية في شكل مخرج سواء كان على شاشة او سواء على عملية التشغيل بيظهر لي في الاخر تاني بالشكل ايه بالشكل ده طيب نيجي بعد كده مثال تاني واحدة واحدة كده برضو نأكد على مثال اخر نشوف من تحويل من سنائي برضو الى نظام ايه عشر من بايناري الى دي سيميل سيستم هحول العدد السنائي اللي قدامي هعرفت من اين هو سنائي لا اولا هو مصاغ بالزير والوان ثانيا هو القوز بتاعه التمييز بتاعه خارجي علامة التمييز بتاعته علامة الاتنين يعني سنائي طيب وهحوله الى عدد عشر نفس الكلام انا حطيني الجدول هو عشان نفضل متذكرونه دايما بشكل مستمر قدامنا على الشاشة ويا ريت نبدأ نكتب الكلام دوت ونسجل الجدول قدامنا ويبقى معانا الكالكوليتور بتاعنا وقلمنا وورقنا عشان خاطر نبدأ نشتغل ونبدأ نحل مع بعضينا العمليات المختلفة اللي هنشوفها بعد كده ان شاء الله طيب العدد اللي قدامي ده هبدأ احوله ازاي نفس الطريقة بالزبط كده هاخد من على اليسار ولا من على اليمين تمام هاخد من على اليمين يبقى اول خانة على اليمين اللي هي الخانة رقم واحد مسجل فيها كام الرمز زيرو او الرقم زيرو يبقى الزيرو هينزل اهو اول رقم تمام المرتبة بتاعته اللي هي الخانة الاولى او الردبة الاولى اهو يبقى الرقم كامل وخانة الاولى اتنين قص زيرو يبقى زيرو في اتنين قص زيرو زائد الرقم اللي بعد او الرمز اللي بعده كام وان الوان دوت يشغل الخانة التانية يبقى هينزل هنا وهكتب بتقدام القرن البتاعته او الردبة بتاعته اللي هي تعتبر الخانة التانية اللي هي 2 قص كام 2 قص واحد وهكذا زائد الخانة اللي بعدها 1 يبقى 1 في 2 قص 2 بعدها 1 تاني يبقى 1 في 2 قص 3 بعدها الخانة الأخيرة 1 في 2 قص 4 يبقى أنا بمشي بالترتيب من على اليمين إلى اليسار إزاي بالردبة بالترتيب الرقم ينزل وقدامه عملية ضرب ثم بنزل بالعدد بتاع الخانة أو الردبة بتاعت الخانة اللي بتمثل مكان التغزين للرقم دوت لما أجأ أصف العملية الرياضية بالكالكوليتور بتاعتي طيب هنصفيها ازاي اهو 0 في أي شيء هيبقى هنا 2 قص 0 طبعا ب1 0 هيبقى 1 طبعا ده هيبقى 0 1 في 2 هيبقى 2 1 في 4 ب4 1 في 8 ب8 1 في 16 ب16 لما أجأ أجمع الجملة الرياضية أو المعادلة الرياضية لقدامي دلوقتي ديت هلاقي بمنطقة البساطة بعد تجميعها يطلع لكام العدد 30 العدد 30 ايوة مش رقم اسمه العدد 30 لأنه عبارة عن رقمين بالظبط كده دايما نذكر بعضنا كده ان ده اسمه عدد مش رقم يبقى العدد 30 ومصاغ هنا بالرقم ايه 10 يعني انه هو مصاغ بالنظام العشري كلام جميل جدا طيب ده بالنسبة للتحويل من سنائي الى عشري طيب لما نيجي بعد كده لو عايز أحول بقى من عشري الى سنائي العكس طيب ليه أنا بحول من نظام لنظام والعكس صحية لأن زي ما قلتلكم بمنطقة البساطة احنا عشان خاطر نقدر نتعامل مع اي كمبيوتر او اي دايرة رقمية او اي دايرة الالكترونية مثلا زي الكالكوليتور بتاعتنا او اي شيء بمنطقة البساطة احنا لما بندوس على الرقم انا بدوس على ارقام عشرية لما باجي استخدم اللابتوب او الكمبيوتر بدوس على ارقام او رموز عشرية فبالتالي انا عشان اقدر افهمها انا بفهم العشر لكن الدايرة الى قدامي او الكنترول الى قدامي او البروسيسور الى قدامي مش هيفهم العشر دوت هو هيفهمه ايه هيفهمه ايه اما سنائي اما نظام الانظمة الاخرى اللي احنا هنقول عليها وفي نفس الوقت لازم يتحول من الداخل من عشري الى سنائي ويرجع يخرج للمخرج بتاعي في النهاية خالص مخرج في شكل عشري طيب انا في الاساس الحاجات دي كلها عشان يتم تصميمها وتنفيذها واصناعتها قريده هي المفروض ان هي بيتم برمجتها فاللي بيتم برمجته هو انسان بشر بيبرمج الحاجات دي بيمرمجها من خلال الكمبيوتر او بيبرمجها خلال معادلات رياضية من خلال الرموز ويبدأ بعد كده يعمل لها عملية تسييف على الكنترول بتاعنا او البروسيسور بتاعنا لازم ابقى عارف عملية التحويلات المختلفة وكذلك العمليات اللي ممكن تتم زي عمليات الجامعة والطرح والاسم والضرب اللي احنا ان شاء الله هنشوفها فيما بعد طيب كل دوت احنا بناخد عبارة عن انظمة واعداد وارقام وعمليات تحويل طب هنا السؤال اللي هيفهم الكلام دوت مين جوه الكمبيوتر او مين جوه الدائرة الرقمية بالزبط الكنترولر بتاعنا او البروسيسور طب البروسيسور او الكنترولر بتاعنا دوت في الاساس هو بيعتمد على ايه بيعتمد على حاجة مهمة جدا اسمها اللوجيك جيت او اللوجيك سيركيت البوابات المنطقية او الدوائر المنطقية اللي هي ان شاء الله هنشوفها في حلقة باذن الله قادمة فيما بعد في الوحدة التانية اللي هي الدوائر المنطقية اللي هي بمنطقة البساطة عبارة عن component أو دواير ما بتفهمش غير مدخلين اتنين يا zero يا one zero يعني انت مدخله اشارة off one يعني انت مدخله اشارة on فبالتالي الخرج بتاعه بيبدأ ياخل المدخلات دي على حسب طبعا عملية الادخال بتاعتنا ممكن يبقى فيه مدخلين ممكن يبقى فيه تلات مدخلات ممكن يبقى فيه اكتر من جيتس او اكتر من بوابة منطقية متصلين مع بعض بشكل مختلف عشان اقدر اعمل عملية control بشكل تاني خالص هنشوفها برضو ان شاء الله فيما بعد بيتم ما بينهم عمليات الجمع وعمليات طرح وعمليات ضرب وعمليات اسمة بحيث ان الناتج النهائي خالص بيخرج لي من الدايرة دي او الاوبت بتاعي من خلال الدايرة دي عبارة عن order او عملية بيتم تنفذها انا ما بشوفش خالص كل اللي بيحصل انا بمنطقة البساطة بادوس order او بعمل order معين بتشغيل بلاقي التشغيل بيتم او بلاقي العملية بتاعتي بيتم لكن ما بين خلال ان انا بدل order وما بين المخرج الاوبت بتاعي بيطلع بيحصل عمليات كبيرة جدا من التحولات وعمليات الضرب وعمليات الجمع والضرب والطرح والاسمة ما بين التحولات والانظمة وما بين قصور وما بين اعداد صحيحة عشان خاطر في الاخر خالص يطلع للعملية بتاعتي فاذا انا دلوقتي بندرس الجزئية دي عشان خاطر ابدأ اتعامل بعد كده في الدوار المنطقية وانا فاهم هو الدائرة دي بتعمل ايه او بتنفذ ايه او بتحول ايه ل ايه او بتبدأ تجمع ايه مع ايه عشان خاطر اقدر اتعامل معاها واصمم البرنامج بتاعي يطلع بشكل ايه بشكل صحيح طيب لو انا دلوقتي حبيت احول بقى العكس من نظام عشري لنظام سنائي يبقى انا حولت من سنائي لعشري انا بقى عايز احول للعكس من عشري الى ايه الى سنائي طيب لو بصنا مع بعض كده مثال بسيط جدا ونشوف عملية التحويل هتتم ازاي من خلال المثال اللي هنعرضه مع بعض دلوقتي على الشاشة هنا دلوقتي معايا هنبدأ واحدة واحدة نحول عدد بسيط جدا اللي هو قدامي دلوقتي اللي هو الخمستاشر الى عدد سنائي بطريقة تسمى بطريقة الباقي تمام بطريقة الباقي او الريميند او الكاريج اللي هو الباقي بتاعي بتاع عملية الاسم احنا بمنطقة البساطة اخدنا تقريبا في المرحلة الابتدائية والمرحلة السنوية عملية التحليل والاسم العادية بتاعتنا جدا لاي رقم او لاي عدد لما بحب بقسمه على عدد تاني انا جماعة بمنطقة البساطة عشان اقدر احول من نظام عشري لاي نظام تاني لاي نظام تاني سواء سنائي او سوماني او سوداس عشان زي ما هنشوف فيما بعد ان شاء الله باخد الرقم العشري دوت وابدأ اعمله عملية اسمه على اساس الرقم او النظام اللي انا رايح له يعني ايه يعني احنا قلنا دلوقتي احول من عشري الى سنائي اتفقنا ان النظام السنائي الاساس بتاعه رقم اتنين يبقى انا لما هجي لي رقم بالعشر زي كده زي الخمسطاشر مثلا هابدأ اقسمها على اساس النظام اللي انا رايح له الاساس بتاعه في النظام اللي انا رايح له رقم كام؟ رقم اتنين بالزبط يبقى انا هاخد الخمسطاشر هقسمها الاول على اتنين لو جيت اقسمت على اتنين ايه لا هيحصل اه خمسطاشر على اتنين مش هتنفع فيها السبعة وهيبقى معايا كام بالزبط واحد لان لو ضربت اتنين في سبعة اربعتاشر يبقى نايز كام على الخمستاشر واحد بالزبط اهو يبقى دي اول خانة في الباقي موجودة ايه فوق وهي خانة الباقي احنا بنذكر بيها موجودة اهو خانة الباقي يبقى العرقام اللي هتكتب تحتها هي البواق بتاعت عملية الاسمة طيب نرجع نكمل سبعة هقسمها على الاتنين برضو مش هتنفع هيبقى فيها التلاتة وهيبقى معنا كام واحد طيب كلام جميل نكمل هيبقى معايا التلاتة التلاتة هنا على الاتنين فيها واحد وهيبقى معايا كام واحد طيب يبقى ايه زنهو وبعد كده هقسم هيبقى معايا التلاتة على الاتنين فيها الواحد وهيبقى معايا كام واحد بالزبط طيب واحد على الاتنين مش هينفع مش هقدر أقسم واحد على الاتنين فيه ناس تاني تقول لي لا هينفع هقسم واحد على الاتنين هيطلع لي نص لا هنا لو كتبت نص يبقى انا كده ما بتعاملش بنظام سناي أنا كده بتعامل مع كسر عشري هنشوفها فيما بعد إن شاء الله يبقى أنا ما أقدرش أكتب هنا في عملية الإسمة بتاعتي هيتبقى نص أو النتج نص كلمة نص دي دي حاجة تانية خالص مش هقدر أستخدمها لأن أنا اتفقنا أن أنا هخزن رقم سنائي 0-1 يبقى أنا بحول من عشر سنائي بكل اللي هيطلع لي لازم يبقى 0-1 ما فيش حاجة أرقام تاني أو رموز تاني طيب لما جي أبص كده في الآخر أنا بعد ما عملت عملية الإسمة دي بتاعتي هنا عملية التحليل دي لقيت إن البواقي بتاعت اللي طلع كلها عبارة عن إيه من فوق هول تحت 1-1-1-1 طيب لما جي أكتبها بقى أكتبها إزاي أنا عايز رقم سنائي مكتوب بالعرض من اليسار إلى اليمين أكتبه إزاي هبدأ أخذ البواقي دي كلها البواقي دا كله من أول آخر خانة تحت من آخر خانة تحت آخر خانة تحت دي أهو أنا كاتب عاملين السهمة هو الأحمر اللي قدامنا دا طالع من تحت الفوق يبقى أنا هبدأ أول رقم هيكتب من على اليسار هو آخر خانة إيه تحت أهو هينزل واحد طيب الخانة اللي بعده اللي فوقي واحد اللي بعده اللي فوقي وهكذا هيبان معنا في أرقام تانية ممكن يبقى فيها الزرور إن شاء الله في أمثلة تانية هتبان معنا أكتر طيب أنا هنا عملت إيه وإيه الـ LSB أو الـ MSB الـ LSB دي اللي هي أو الخانة أو البت الأقل قيمة البت الأقل قيمة البت الأقل قيمة اللي هو هنا هينزل فيه لو أنا حركت السهم دا كده الرقم دا هينزل فيه أيها اللي هو هيبقى أقصى اليمين يبقى الرقم اللي على أقصى اليمين دا هو دا الأقل قيمة في العدد بتاعي والرقم اللي بعده أعلى منه قيمة والرقم اللي بعده أعلى منه قيمة في الردبة بتاعته والرقم اللي بعده أعلى منه قيمة بالزبط حتى لو إحنا رجعنا للمثال السابق قبل كده لما جيت أترجم الأرقام دي كنت بحط الزيرو في 2 أس زيرو واللي بعده واحد في 2 أس واحد فبلاقي الردبة إيه كل ما بتزيد اتجاه اليسار كل ما الردبة عملا تزيد يبقى نفس الكلام هنا في المثال بتاعنا اليمين أقصى اليمين هو الخانة الأقل لردبة أو الأقل لقيمة وأقصى اليسار هو الخانة الموس سجنيفا كانت بت أو الخانة الأكبر قيمة أو الأكبر ردبة عشان كده أنا باخد من التحت الإيه لفوق وببدأ أكتب الجملة بتاعتي أو العدد بتاعي بالنظام السنائي بالشكل اللي احنا شايفينه دلوقتي يبقى إذن لو حبيت أحول العشري إلى رقم سنائي بعمل عملية إيه؟ عملية الإسم أو عملية التحليل بالشكل اللي احنا شايفينه دلوقتي طيب لو جيت بعد كده خدت مثال تاني هحول برضو من عشري لسنائي هيبقى هنا بقى معنا أكتر عملية التحويل وعملية الأرقام والLSB والMSB إزاي هتبقى معنا في عملية الترتيب للنتج النهائي؟ بمنطقة البساطة كده يا شباب مع بعض لو خدنا الرقم الأدامي اللي هو 123 اللي هو عشري شوف احنا أقولنا يا حضراتكم دلوقتي قريته 123 لأن ده رقم عشري فاحنا فعلا بنستخدم الأرقام العشرية قدامنا نقدر بنقراب الشكل دوت 123 لكن لما جاء أستخدم رقم تاني سنائي ما قدرش أقول كده الرقم على بعض يعني ما جيش أقول ده رقم مثلا 111 ألف وزي لا ما ينفعش ما ينفعش أقول كده لا ده أنا بقول 1 1 0 1 وهكذا بالترتيب على حسب الرقم اللي قدامي أو العدد اللي قدامي طيب العدد العشر اللي قدامي اللي هو 123 أيها نبدأ نحاوله اللي سناء إزاي؟ بالضبط بنقسم على الأساس بتاع النظام اللي رايح له أساس النظام اللي رايح له رقم اتنين طيب يبقى 123 على الاتنين هيطلع معانا كام؟ آه 61 61 لما دربه في اتنين يعني هيطلع لمائة اتنين وعشرين هيبقى كام؟ واحد أهو هحط في خانة الباقي بتاعي تمام؟ طيب ال61 هقسمع على الاتنين هيبقى 30 طيب ما هي 30 في اتنين باستين يبقى هيبقى معانا كام يا شباب؟ بالضبط الله ينور هيبقى معانا واحد الواحد دوت هيبقى في خانة الباقي طيب ال30 أقسمع على الاتنين فيها كام؟ أيها يطلع رقم صحيح 15 من غير بواقع يبقى الباقي في الحالة دي كام؟ زيرو بالضبط مش هيبقى معانا حاجة 30 على الاتنين فيها 14 ويبقى معانا واحد طيب السبع على الاتنين فيها التلاتة والباقي واحد تلاتة على الاتنين فيها الواحد والباقي واحد واحد على الاتنين ايوة بالزبط مش هتنفع في التحويل لكن هتبقى كام زيرو والواحد ده هيفضل متبق معي في خانة الباقي طيب لما يجي ادات تبقى بالترتيب اللي احنا قلنا عليه اللي هو المست سجنيفكنت بت او الام اس بي الى الاس بي او الخانة الاقل قيمة يبقى ياخد من اسفل لاعلى بالزبط كده الاسفل هو اول رقم هينزل فين على اليسار هنا هتبقى معنا اكتر عشان فيه زيرو موجودة هو يبقى هنا اول رقم هينزل تحت على اليسار اللي هو الاعلى قيمة اللي هو الون بعد يون بعد يون وهكذا لحد ما اوصل للايه للزيرو بعد يه في الاخر خالص الون والون الايه اللي هما دول او بانت معنا وظهرت معنا هنا في الناتج اللي قدامنا دلوقتي طبعا لو حبيت احل المسألة واتأكد ان انا اعمل عملية تحقيق او برهان ان الناتج بتاعي ده طلع صح هعمل ايه بمنطقة البساطة هبدأ احول دوت احوله تاني الايه العشر لو انا كتب او طلب مني في مسألة او في مثال ان انا اعمل عملية تحقيق يعني ايه عملية تحقيق يقول لي مثلا حول العدد العشر اللي قدامي دوت الى عدد سنائي مع التحقيق يعني ايه مع التحقيق يعني مع الاثبات او اثبت له ان الرقم ده او العدد ده هو ده فعلا النتيجة الصحيحة طب اثبتها ازاي قال لي بمنطقة البساطة جدا اقدر احول دوت ارجعه مرة تانية المين للعشري طب ارجعه مرة تانية ازاي للعشري تمام بالزبط ابدأ استخدم عملية الضرب في الردبة اللي احنا خدناها قبل كده يبقى الواحد هتنزل نضربها في اثنين قص زيرو والواحد اللي بعدها زائد واحد في اثنين قص واحد زائد زيرو في اثنين قص اثنين زائد واحد وهكذا زي ما تعلمنا في عملية التحويل لما جمع العملية كلها في الاخر وصفيها المفروض ان يطلع لي بعد ما حولت الرقم ده يطلع لي كام 123 بالنظام العشري دي عملية تزبات او برهان اننا النتج بتاعلي يطلع لي في الاخر طلع ايه طلع صح طيب هنيجي بعد كده هنتكلم بمنطقة البساطة على عمليات التحويل ولكن هناخد بدنا من النقطة دي عشان دي ساعات بتسبب قلق لبعض الناس في عمليات التحويل اللي هو تحويل القصور انا دلوقتي اللي عملناها حولنا من سناء العشري او من عشر لسناء ولكن كانت كلها اعداد وارقام صحيحة لكن اذا لو جال دلوقتي اعداد كسرية او ارقام بالكسور هحولها ازاي ويطرى فيه كسور في العشري وفيه كسور كمان في السناء بالضبط الانظمة كلها اللي احنا بتعامل معاها لابد من تواجد الكسور ولكن بتصاغ بشكل مختلف من نظام لاخر وعملية التحويل بتاعتها بتختلف برضو من نظام لاخر يعني لما اجي احول لعدد كسري من سناء لعشري غير لما احول من عشري لسناء ولما اجي احول من سماني لعشري غير لما احول من عشري لسماني هتختلف عملية تحويل الارقام الصحيحة والكسور على حسب النظام اللي انا بحول له واللي بحول منه طيب هنشوف ازاي الكلام دوت بمنطقة البساطة الموضوع بسيط جدا احنا لما كنا بنيجي نحول زي ما احنا لسه شرحين دلوقتي من عدد صحيح لعدد اخر سواء كان من سنائي لعشري كنت بضرب العدد او الرقم السنائي في الاساس قس الرطبة بتاعته يعني بضرب الرقم في اتنين قس زيرو في اتنين قس واحد في اتنين قس تلاتة وهكذا وبكمل وبجمعهم وفي الاخر بينزل لي العدد العشري لما كنت بحول من عشري لسنائي كنت بحول عدد صحيح كنا بنعمل ايه؟ بنعمل عملية القسمة بتاعتنا او عملية التحليل بتاعتنا فبقسم الرقم اللي انا هحوله او العدد اللي انا هحوله وببدأ اقسم على الاساس بتاعة اللي انا كنت رايح له اللي هو رقم اتنين واعمل التصفية بتاعتي وخانة الباق بتاعي بالزبط اخذ من الخانة الاخيرة هو اقصى خانة على اليسار واللي بعدها في الخانة اللي بعدها بعدها في الخانة اللي بعدها لحد ما اوصل للإلس بي او القيمة الخانة الاقل قيمة اللي هي اقصى خانة على اليمين كانت عملية ضرب واسم عادية جدا لكن في القصور بقى في القصور الامر هيختلف شوية هو برضو احنا هنبدأ نستخدم عمليات زي اللي احنا قلنا عليها دلوقتي زي عمليات الضرب ولكن بطريقة مختلفة ازاي لو انا هحول دلوقتي كسر من نظام سنائي لعشري او من عشري لسنائي هعمل ايه؟ يبقى انا عندي دلوقتي في اساسين الاساس السنائي كلمة اساس احنا عرفنا خلاص اللي هو القيمة الاساسية للرقم اللي انا بتعامل معها والعدد اللي انا بتعامل معاه طيب لو انا دلوقتي احول من عشري لسنائي لسنائي يبقى الاساس اللي انا رايح له كام؟ تمام بالزبط الاساس اللي انا رايح له رقم اتنين انا بدل ما احول من عشري لسنائي كنت بقسم في القصور هضرب يبقى انا تاني في العشر لسنائي لما كنت بحول أعداد صحيحة كنت بأسم العدد العشري على رقم اتنين اللي هو الأساس اللي أنا رايح له لكن في القصور العكس في القصور بقى أنا هعمل عملية ضرب مش هعمل عملية اسمه طب ازاي هنبص كده مصال بسيط جدا يوضح لنا الطريقة بتاعتنا اللي احنا هنقول عليه على عملية تحويل الايه القصور مصال بسيط أو زي اللي قدامنا دلوقتي على الشاشة بيقول ايه المثال دوت حول الكسر العشري اللي هو القدام دلوقتي دوت اللي هو عبارة عن 0.3125 الرقم دوت عايز احوله او العدد ده عايز احوله العدد ايه سنائي احوله العدد سنائي ازاي اه بالزبط كده انت بتقولي هتحول من الاساس عشرة الى الاساس اتنين تمام يبقى انا هحول ازاي في المثال السابق اللي هو اللي احنا كنا بنقول عليه كنا بنقسم لكن هنا بقى طالما ده عدد كسري يبقى انا في الحالة دي هعمل عملية ايه ضرب يبقى تحويل الكسر غير تحويل العدد الصحيح تحويل العدد الصحيح بقسم تحويل العدد الكسري بنضرب طيب هاخد الرقم بتاعي بالكامل اهو وراحطه اهو على اليسار زي ما احنا شايفين اللي هو العدد اللي هو مدهولنا بالنظام العشري وهعمل عملية ملتبلاي او عملية ضرب في اتنين طب ليه ضربت في اتنين؟ تمام حد هيقولي دلوقتي عشان انا هحول لسنائي فالسنائي الاساس بتاعه كام؟ اتنين تمام الله ينور طب لما اجي اضرب هستخدم طبعا معايا اجهز معايا الكالكوليتور يا شباب عشان خاطر عملية الضرب بتطلع عملية دقيقة خلاص وتبقى سريعة معايا كمان عشان خاطر الوقتي ما يسرقنيش فانا هادرب هنا هو الرقم اللي هو مدهول او العدد اللي مدهولي بالنظام العشري هادربه في كام؟ في الرقم اتنين اللي هو اساس العدد السنائي هيطلع لي كام؟ هيطلع لي 625 من الف كلام جميل هنا بقى فيه ملحوظة مهمة جدا طالما هنا انا طبعا هيبقى عندي خانة الباقي خانة الباقي هنا طالما عندي هنا العدد الصحيح قبل العلامة العشرية زيرو يبقى الباقي يبقى كام؟ زيرو تمام هاخد الرقم ده ابدأ اضربه تاني لحد ما يبقى الكسر هنا في الاخر طالع قيمته زيرو اهو هبضى اضرب في اتنين هيطلع لي 1 و 25 من 100 يبقى هاخدل 25 من 100 واذا تبقى 1 هاخدل 25% اضربها في اتنين هيطلع لي 5 من 10 والباقي زيرو هاخدل 5 من 10 اضربها في اتنين هيطلع لي 1 هنا دي نهاية العملية بتاعتنا في الترتيب هنا بقى وده اللي هنشوفه ان شاء الله بإذن الله في حلقات قادمة بإذن الله هنبقى نشوف الترتيب بتاعها شكله عامل ازاي لما نحب نرتب من الاعلى قيمة للأقل قيمة ونتمنى ان شاء الله التوفيق والنجاح لجميع أبناءنا الطلاب والطالبات أبناء مصر المحروسة الكرام نستودعكم الله ونراكم في خير ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله